ستة مليار وثلاثمائة وسبعة عشر مليون ريال سعودي بالأمس كنا عند حدود خمسة مليار وثمانمائة مليون عدد السفقات مئة وثلاثة وخمسين ألف وسبعمائة تقريبا أفضل من الأمس والأسهم التي ارتفعت تخطت ووصلت إلى واحد وخمسين سهم بينما الأسهم التي انخفضت واحد وسبعين وطبعا الفارق كان والذي انعكس إجابا على أداء المؤشر اليوم كان أن الأسهم القيادية بشكل عام كانت مرتفعة مع نهاية تدولات هذا اليوم إذن من جديد إلى ضيفي من الرياض محمد العنقل لنبدأ من الصورة الفنية ليست أول مرة نرى فيها المؤشر يغلق فوق 6400 نقطة على الأقل خلال الأسابيع القليلة الماضية الأحجام أفضل من الأمس لكن هل برأيك مقنع ارتفاع اليوم لأنه عدنا فيه إلى نقطة سفر يعني ما فقده المؤشر مع انطلاق التدولات هذا الشهر اعتبارا من الأحد عوضه مع نهاية التعاملات اليوم طبعا تعلم أنه بعد تجاوز السوق لمتوسط 200 يوم وبداية مرحلة ترتيب المتوسطات بالتأكيد سنرى مثل هذا النمط من التعاملات حتى تستقر المتوسطات بشكل متناسق وكما هو معروف وبالتالي هذا ما يجعل السوق يتذبذب ويختبر مناطق لم يزورها منذ فترة طويلة حاجز 6400 هو نفسي فعلا ولكنه بنفس الوقت أيضا هو حاجز مهم أن يختبره السوق ويقف عنده لفترة جيدة حتى يستطيع السوق الحكم على نفسي بأن قوة المشترين فاعلة وتدخل السوق بطريقة جيدة كما ذكرت أن هناك تحول نسبي إلى الأسهم القيادية بشكل عام وهذا أيضا يعتبر مؤشر إيجابي بنهاية المطاف لأن هذا التحول يكون في فترة التي فيها الإعلانات وفيها التوزيعات بالتالي هذا يعد استعداد وقبول بمثل هذه التوزيعات بشكل عام لأنها هي المتنفس الحقيقي الآن للسوق أن يثبت نفسه بتحرك الأسهم القيادية تحديدا وبالتالي تحولات السيولة مهمة بأن تتحرك باتجاه هذه الأسهم وتبدأ هذه الأسهم بدخول مناطق سعرية جديدة فاليوم السوق يسير نعم فوق مستوى 6400 ولكنه أيضا يحتاج أيام قليلة حتى يرتب هذه المتوسطات بالشكل الذي يجعله فعلا مستعد للمرحلة القادمة التي هي اختبار المقاومات الأهمة فوق 6600 تحديدا وصولا إلى 6929 التي لم يصلها منذ بداية العام 2010 كما تذكر يعني نحن دون 7000 نقطة منذ ذلك الوقت نتحدث عن تقريبا عامين صحيح ونحن حتى من ثلاث سنوات لم نتجاوز مستوى 6929 وهذا من الواضح أنه يحتاج إلى زخم في اتجاه السيولة وطبعا لا يمكن أن يتحرك السوق بدون أن تكون الأسهم والقطاعات القيادية هي الفاعلة والنشطة وأيضا نلاحظ أن هناك سيولة أيضا تذهب إلى الشركات حتى المتوسطة والصغيرة التي إما أنه معروف بتأثير الميزانية والإنفاق الحكومي عليها والكثير منها طبعا يقوم بتوزيعات أرباح بشكل دوري منتظم فبالتالي هذا يعطي انعكاسات جيدة ولكن لا يجب أن ننظر إلى الحركة على أنها عامل سلبي في الفترة الحالية لأن السوق يحتاج إلى ترتيب هذه المتوسطات بشكل جيد لأنه لا يمكن أن ينطلق وهناك خلل فني باتجاهات السوق وهناك ضعف أو عدم مضوح في ماذا عن القيم؟ يعني ليست أول مرة نرى فيها قيم تقفز من 5 إلى 6 مليار وحتى وصلت إلى مستويات أعلى مع ارتفاعات سابقة لكن تبقى محصورة تبقى غير مقنعة عندما نتحدث عن مستويات سعرية جديدة للأسهم القيادية يجب الوصول إليها أي قيم تدولات يجب أن ترافق هذه الارتفاعات وهل يجب التحدث عن قيم السوق بشكل عام أم أين تتركز هذه القيم المضافة التي ترتفع يوميا مقارنة بالقيمة الإجمالية للسوق هو يجب أن تنظر لها من أمرين أين تتركز فعلا لأنها طبعا مؤشر على الحركة القادمة وأيضا حجمها وزيادتها يعطي انطباع بأن هناك زيادة في عدد المشاركين في السوق وبالتالي هناك إقبال أكثر وهناك عودة للمتداولين للسوق ولكن إذا ما أخذنا حديثنا في البداية عن أن هناك ما ذكرناه حول التخوفات أن هناك تمسك في المستويات ولكن لا يوجد زيادة في الضخ بشكل كبير ومنفت هذا ما نراه الآن لذلك نجد مستوى الستة مليار أصبح هو المتوسط الحالي تقريبا في تداولات السوق بشكل عام ولكن طبعا مع توسع في المشاركين مع الإشارات التي ممكن أن تأتي بشكل إيجابي أعتقد أننا سنشهد قفزة سريعة إلى مستويات فوق سبعة وثمانية مليار خلال هذا الربع وبالتالي سنجد أن حركة الأسهم القيادية وحركة السوق ستكون مختلفة وهذا تبعا لما ذكرنا بأن هناك ترتيب للمتوسطات لأنها تعني أسعار تحمي في الحركة الدافعة للسوق أو للأسعار الشركات ولا يمكن بدون الأطمئنان عنها أن يكون هناك توجه سريع بالارتفاع وحتى بالانخفاض لأن هناك طبعا أصبحت مستويات سعرية معروفة الآن كتكلفة على المستثمرين والمتداولين عموما تعتبر تحمي السوق في مثل هذه المستويات مهما يشكل سواء ضغط سلبي أو حتى في العامل الإيجابي ولكن كما ذكرت لك لا بد أن يكون هناك ترتيب لأنه هو بنهاية المطاف هو اختبار أيضا لنفسية المتداولين ومدى ثقتهم وزيادة ضخهم للسيولة وتدوير الأموال في السوق حركة القطاعات هل ترى اختلاف في انطلاقة هذا العام إذا ما نظرت إلى الإسمنت وأداءه مع انطلاقة العام الماضي أو حتى البنوك وانطلاقة تدولاته خلال العام الماضي هل تلاحظ أي فارق ليس فقط في الاتجاه إنما في عملية حتى التدولات اليومية ضمن هذه القطاعات أعتقد أن التدولات هي أفضل بشكل عام وهناك فعلا قراءة متداخلة ما بين الخارج والداخل والأثر للاقتصاد الوطني على قطاعات كالإسمنت أيضا نلاحظ أن البنوك بدأت كلها ترفع رؤوس أموالها يجب أن ننظر إلى هذا الجانب على أنه مواكبة لسوق الإقراض وارتفاعه وضرورة أن تواكب البنوك برؤوس أموالها معايير بازل طبعا وبالتالي هذا الرفع لرؤوس الأموال هو استعداد لمرحلة قادمة سيزداد فيها نشاط القطاع المصرفي خصوصا أن ربحيته هذا العام أفضل أيضا القطاعات الأخرى التي مرتبطة في الاقتصاد المحلي نلاحظ مثلا التشييد والبناء عليه حركة جيدة قطاع التطوير العقاري بدأ يتحرك رغم خموله ليس فقط في العام الماضي بل أكثر من ذلك العام يعني لعامين أو أكثر لم نجد فيه حركة إيجابية بالتالي فعلا هناك قراءات مختلفة وهناك توجهات مختلفة يجب الالتفات لها من قبل الأخوة المتعاملين شكرا لك من جديد الكاتب الاقتصادي محمد العنقري كنت معنا مباشرة من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض أعود وأذكر إذن بأداء اليوم عودة اللون الأخوة